نبدأ جولتنا في صحافة اليوم من موقعنا موقع صدى البلد الإخباري ومنه نقرأ الرئيس السيسي يؤكد خصوصية العلاقات المصرية الخليجية وارتباط أمن دوله بالأمن القومي المصري استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رياسة الجمهورية إن اللقاء تناول تعزيز العلاقات الراسخة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي وأكد الرئيس خصوصية العلاقات المصرية الخليجية وارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري وذلك كأحد ثوابت السياسة المصرية الراسخة معربا عن التطلع لتطوير العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي في مختلف المجالات كما أكد الرئيس على مبادئ السياسة المصرية الهادفة إلى البناء والتعاون ودعم التضامن العربي كنهج استراتيجي أصيل وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والالتزام بالنوايا الصادقة لتحقيق المصلحة المشتركة والتكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي